وخلال مشاركة الشعب البرلماني ممثلة في سعادة نام محمد عيسى العباسي في منتدى البرلماني للشباب الذي عقد ضمن عمال الجمعية العامة للتحاد البرلماني الدولي أكدت الشعب البرلماني أن تمكن الشباب يعتبر من الأولويات الوطنية التي تعكس رؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدى وما يقدمه جلالته من دعم ورعاية للشباب وإشراكهم في تعزيز مسيرة الإنجازات الوطنية كان اليوم منتدى البرلمانيين الشباب كان على جدوى الأعمال الكثير من البنود يمكن من أهمها هو دعم البرلمانيين يعني الدعم اللي يقدمون البرلمانيين الشباب للشباب بشكل عام أنهما ينخرطون في العمل البرلماني استعرضنا تجربة مملكة البحرين ودعم سيدي جلالة الملك في هذا الجانب استعرضنا أيضا فيما يتعلق برلمان الشباب اللي أقامه كل مجلسي الشورى والنواب مجتمعين واللي كان تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الشؤون الشباب والتوصيات اللي خرج منه هذا البرلمان بشكل عام أيضا تعرضنا الأرقام اللي وصلت له البحرين اليوم بنسبة للشباب المشاركين في السلطة التشريعية بغرفتينها واعتقد أن البحرين استطعتنا تحقق أرقام كبيرة في هذا الجانب طرحنا كل هذه النقاط من خلال هذا المنتدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر